تفعيلا لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قام محافظ القاهرة خالد عبد العال بتوزيع عدد من كراتين المواد التامونية التي تحوي السلع الأساسية على عدد من الأسر بمنطقة الضرب الأحمر وروضة السيدة زينب بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة لا تألو جهدا في تقديم الدعم المادي والمعنوي لكل الجمعيات الأهلية الجادة